أفادت القوات المسلحة في بياناً رسمياً لها بأن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرض الأمن باختراق حجز التأمين وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرض التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران هذا ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حية للواقعة أعربت القوات المسلحة عن خالص التعازي لأسر المتوفين والتمنيات بشفاء العاجل للمصابين